نحن دافعنا أساساً للبلدنا للعراق ما دافعنا لأي بشر موقف إنساني عرضه للسجن في أقسى سجون النظام السابق دفينا في سجن حفر الباطن ابتدأت معاناته من ذلك الوقت وإلى الآن شغلت لان رجال مضمد طبابة عسكرية دادا وجريحة كويتي بالحرب بالحرب هي ما لدخول لكويت نحن الوقت 22 نبوخ بنصر بالوقت 22 نبوخ بنصر جريح بلقاع واقع دا ينزف صنفاني راح ملل الناس طبابة عسكرية داداوي جاني مقدم بالحرس الخاص من وراني معرضة ضمت فيه هاي ضربت دفرة شو مرت منها ثلاثة متار وهذا الغلط اللي يعجبه كل مهم سودة مجلس تحقيق عليه انحبستاني بحفر الباطن مواضعنا السجون ماتنا جو الأرض شانت بيان تقصب بنا الطيارات جو الأرض جند المحاربون القدامى مشردون مسلوب الحقوق ليس لديهم أي رعاية المحاربين في كل دول العالم معززين مكرمين بس احنا بالعراق احنا يذلونه احنا شعلينا بالانظمة يومية متبدل نظام احنا شلو الناس احنا ولد بلد انقاتل على بلدنا هس يعني هسه من دي قاتلون داعش باشر عقبض ولا هم تسقط حقوقهم يعني هسه الفتوى السستاني باشر عقبض هم تسقط حقوق دول المساكين احنا ناس خدومين لا أكثر ولا أقل جندي أمر طاعة عشرون عاما وهم يراجعون دائرة المحاربين لم يخرجوا بنتيجة بل تعرضوا للابتزاز والاحتيال هذا كتاب 117 مرقطع أراضي مزوري هذا ب30 ورقاني سويته وطلع مزور نصبه علينا هم يعرفون هاي الشغلة هذا ما سويته عن طريق منه هم عن طريق سمسرة بالشوارع هم يعرفوهم مين يعرفوهم مين يعرفوهم كل زين وهذه قاعدة البيانات مالتي شوف هاها قاعدة بيانات نصخة للطبق لا ستصور هالستاذي هاي مالتهم نوع الخدمة هاي بضابط مطوع خمسة آلاف محارب ينتظرون إنصافهم أرهقتهم المراجعات العقيمة من بغداد مصطفى لطيف قناة دجل الفضائية